في معلومات خاصة حصلت عليها العربية قام الحرس الثوري الذي يعتبر الجناح العسكرية العقائدي للنظام الايراني بارسال خبراء الى سوريا في الاشهر الاولى لبدء الانتفاضة الشعبية في مهمة اساسية لتقديم النصح للاجهزة الامنية السورية حول اساليب التصدي للمتظاهرين بناء على التجربة التي مرت بها ايران خلال ازمة الانتخابات الرئاسية عام 2009 يأتي ذلك انسجاما مع اعتراف قائد حرس الثورة الايرانية الجنرال محمد علي جعفري بوجود عناصر من فيلق القدس في كل من سوريا ولبنان زاعما عدم وجود اي صبغة عسكرية لهذا الوجود العسكرية وكشفت معلومات العربية ان وجود قوات فيلق القدس في سوريا ولبنان يعود الى سنوات طويلة وهي تعمل على تدريب وتجهيز حزب الله وبعض فرق الجيش السوري على اساليب القتال غير التقليدي والاشراف على الاسلحة التي يتم تزويد الطرفين بها من ايران اضافة الى الاشراف على المشاريع الاقتصادية الايرانية في سوريا ولبنان فيلق القدس الذي يعتبر جهاز العمليات الخارجية للنظام الايراني في منطقة الشرق الاوسط عمل ايضا على تعزيز وجوده في سوريا بعد العام الفين فانشأ محطة امنية في دمشق مهمتها متابعة المسائل المتعلقة بالفصائل الفلسطينية الموالية لايران والنظام السوري اضافة الى التنسيق مع حزب الله اعترافات جعفري تأتي من اعلى موقع في الحرس الثوري في الوقت الذي تحتجز عناصر من الجيش الحر في دمشق نحو ثمانية واربعين ايرانيا تقول انهم منتمون الى الحرس الايراني وايضا في ظل تزايد الاتهامات الغربية لايران وحزب الله في لبنان بدعم النظام السوري في عمليات القمع والقتل التي يقوم بها ضد السوريين يا علي العربية